وللحديث عن آخر تطورات المتعلقة بثورة تشرين ينضم إلينا في الأستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور فالح الخطاب مرحبا بك معنا دكتور مرحبا بكم على الرغم من ادعاء الحكومة في بغداد عدم استخدام العنف إلا أنها ما تزال تستخدم العنف والقوة ضد المتظاهرين وكان آخرها ما حصل ليلة أمس مع المتظاهرين هل تهدف الحكومة إلى الردع؟ أم أنها تمارس عملاً انتقامياً ضد هؤلاء المتظاهرين الذين كشفوا فسادها ويطالبوا برحيلها أمام كل العالم بسم الله الرحمن الرحيم هذا وذاك هي تحاول أن تردع الثوار عن الاستمرار في هذه الثورة العظيمة الشاملة التي أثبتت أنها ثورة بمعنى الكلمة وأنها مستمرة وكما تحاول أيضاً أنها تقمع هذه الثورة بعد أن أعيتها الحيلة واضح أن هذا النظام ليس عنده ما يقدمه للثوار ليس عنده ما يرد به على مطالب الثوار بالحقيقة إذا تجاوب مع مطالب الثورة فينهي نفسه ويحكم على نفسه بالانتحار لأنه المطلوب رأس النظام كله هذا النظام كله مطلوب إزاحته وإزالته وجرب هذا النظام أن يقدم يعني أوراق جزرات لا تسمى جزرات حتى بالمعنى السياسي لكن حاول أن يقدم أشياء مضحكة طبعاً تنم عن قصور في النظر عن غياب عن تغييب للوعي بغض النظر حاول أن يقدم أشياء كي يقول من جهة أنه هو قدم أشياء أو حاول أن يقدم أشياء والطرف الآخر لم يقنع ومن جهة أخرى هو يريد أن يجعل هذه الأشياء مقدمة لحملة قمع وتزاود أو تصاعد في القمع وثبت إذا اعتبرنا أن هذه الجزرات التي يقدمها النظام هي كل ما عنده فهو بالحقيقة عاجز ومفلس وليس عنده ما يقدم أبداً حتى هذه اللحظة لا يوجد تجاوب شعبي مع هذه الجزرات أو مع هذه المغريات التي وضعت الحكومة أو الوعود دعنا نسميها كيف يمكن تفسير ذلك دكتور؟ له تفسير واحد هذا النظام أفلس تماماً مفلس تماماً يعلم جيداً أنه مليء من القمة ولا قمة له إلى القاع مليء بالفاسدين أوضاع فاسدة جداً كل ما ينشر الآن أخي الكريم عن الفساد في النظام العراقي في النظام هذا الذي يحكم العراق عفواً ليس العراقي الذي يحكم العراق هو عين بسيطة لو اطلع الناس لو اطلعنا على حقيقة الأوضاع وحقيقة ما يجري والله يعني لا أصابنا العجب ويمكن يعني ثورة واحدة لا تكفي الاختلاع هذا النظام هذا النظام مفلس هذا النظام ليس عنده ما يقدمه هذا النظام ما لم يبق له إلا القمع ولغة الحديد والنار والاعتماد على القوى الخارجية سواء كانت تقليمية أو دولية نعم أيضاً من ناحية أخرى الشعب فقد المصداقية ولم يعدوا يصدق كله لعودة للحكومة بالتأكيد الشعب جرب 17 عام كيف تفسر أن يخرج هذا العلد الكبير من الناس والأنواع من الناس يعني نحن نحدث عن كل الأعمار النساء رجال شيوخ معلمين طلبة عمال يعني نقابات مهنية طلاب لم يبقى أحد لم يخرج هذا معناته أن الشعب ذاق الأمارين من هذا النظام هذا النظام أساساً تم تسليط على الشعب العراقي كي ينتهك حرمات هذا الشعب وينهب خيراته وثروات البلاد نعم دكتور نلاحظ أن عمليات خطف الناشطين أصبحت ممارسة يومية في الآوينة الأخيرة ومنهم يعني من بعض الذين خطفوهم من بنات العراق وجلسنا عدة أيام مع الجهات الخاطفة وبعد ذلك تم الإفراج عنهن ونحن نتحدث اليوم عن ناشط آخر هو أحمد باقر من المختطفين هل تعتقد أن محاولة تغييب الناشطين في هذه التظاهرات قد يضعفها ويؤثر عليها سلبياً يعني كل شيء هناك إشارات في كل مسألة كل مسألة لها إشارة يعني البعرة تدل على البعير والغيم والسحاب يدل على المطر لو كان هذه الأشياء تفيد أو تنفع وتردع المتظاهرين لكان كفت وكان اكتفوا وكان تراجعوا هذا كله أخي لا ينفع هذه الثورة هم يقولون ليس لها قيادة كما يقولون هم لكن قيادتها في وعي شبابها في إصرار شبابها في عزيمة هذا الشباب الذي أصر وأقسم على أنه يمضي حتى النهاية ويكفينا أن نرى عدد الشهداء الذين يسقط يومياً يسقطون شهداء ومع ذلك لا يعود أحد لا يخاف أحد لا يرعوي أحد عن المضي في هذا الطريق نعم حتى ولو استمرت الحكومة دكتور في محاولاتها التي أسمتها فورين أفيرز بجمهورية الخوف ومحاولة زرع الفتنة بينهم وبين الشعب وشيطنة المتظاهرين كما سمعنا تلك الأقاويل كل هذا تعتقد أنه لن يعني يحيد بهذه الثورة والثوار عن خطهم يعني شيء مهم جدا نعم قضية جمهورية الخوف هذه التسمية أطلقها معارضة عراقي بعد الواحد والتسعين بعد حرب الكويت اسمها سمير الخليل أطلقها على النظام السابق الذي كان قائم قبل احتلال العراق نعم أصدر كتاب يسمى جمهورية الخوف اليوم الفورين أفيرز وهي دورية رصينة مهمة جدا ليست كذا هذاك لا يملك رصانة هذاك المعارض لا يملك رصانة ولا يملك مصداقية ولكن هذه الدورية يقرأها كبار الكتاب والباحثين وهي من أطلقت جمهورية الخوف لك أن تفهم ولك أن تعلم المدى الانحطاط الذي بلغ هذا النظام انحطاط ليس له مثيل ومع ذلك أخي الكريم هذا كله لا ينفع هذه الأشياء كلها تدل على أن هؤلاء فقدوا كل شيء فقدوا كل ما يمكن أن يخطر على بال كل هذا ما ينفعهم جمهورية الخوف حالات الرعب عمليات الاعدام الخطف طبعا سيفعلون أشياء أكثر نحن نتوقع أنه يقدمون على أشياء أكثر لأنه حقيقة حشروا في زاوية يعني هم في حيرة من أمرهم ولا يعرفون كيف يخرجون من هذه الزاوية حتى لاحظنا أن مديرية الدفاع المدني على سبيل المثال نحن نتحدث في بعض الأمور الميدانية وأيضا بعض الأمور المتعلقة بما يقال عن هذه الحكومة وعن آدائها هناك استهداف واضح من القوات الحكومية لطواقم الدفاع المدني ومحاولة إعاق عملهم عن الوصول إلى المصابين وإسعافهم كيف يمكن تفسير ذلك حتى أحد الأطباء تهرض للإصابة؟ يعني تفسير ذلك ببساطة أنهم ما عندهم أخلاق حقيقة يعني حتى في الحروب هناك أخلاق هناك يعني قواعد الاشتباك من ضمنها الحدود الأخلاقية التي نقف عندها نعلم جيدا وصايا القدماء احترم الشيخ احترم الضعيف احترم المرأة هؤلاء ليس عندهم أخلاق حضرتك ذكرت قبل شوي عن خطف الناشطات نعم وهذا طبعا عيب يعني عيب يعني ذن يكونهم بنات عشائر وبنات البلد إلا أنهم ليسوا أبناء البلد كما قالت الوثائق هم يعملون للخارج لكن قبل الإصعاف المدني والدفاع المدني ألم يستهدفوا الطواقم الطبية؟ الطواقم الطبية من يستهدفها؟ يعني هذه عملية لا أخلاقية فضلا عن جبنها فضلا عن أنك تصفها ما تشاء لكن أين الأخلاق في ذلك؟ فهؤلاء بلا أخلاق هؤلاء بلا قيم هؤلاء حتى لا يعرفون على ذكركم دكتور لبنات العشائر وأبناء العشائر هناك من وصف ما حصل مؤخرا بهرولة بعض شيوخ العشائر لمقابلة عبد المهدي رغم أن دماء أبنائهم ما تزال ساخنة مع الأسف يعني الحمد لله البعض هذا الذي لا يساوي دولار واحد الذي ذهب وبعض آخر لم يذهب هؤلاء يعني قد تفوتهم شيء يفوتهم شيء حتى هذه الحكومة هذا النظام أنا لا أسميه حكومة هذا النظام حتى لا يفقهم وغيب حقيقة عن الواقع لأنه جيل الشباب هذا لم يعد لديه مرجعيات يحتكم لها ويؤمن بها ويقدسها كأصنام حتى من ضمن هذه شيوخ العشائر لا شيوخ دين ولا شيوخ عشائر ولا هذا كلام كله رمي في الأسبال في الشوارع الآن الشباب كله خرج وهو بلا سقف بلا شيء حده حدوده الوحيدة هي العراق سيادة العراق الوطن العراقي الوطن الذي يطالبون بيعاته وبالتالي هؤلاء الذين أرسل عليهم حتى يرشيهم برشاوة معينة هذا ضحك على نفسه أول شيء يضحك على نفسه ويضحك على هؤلاء الشيوخ الذين سقطوا من أعين الناس سترى كيف سيعاملوهم الناس واليوم خرجت مظاهرات وهتافات يعني تحط من قدرهم ومن شأنهم وهم لا قدر لهم ولا شأن لهم أشكرك جزيلا دكتور فالح الخطاب الكاتب والبحث السياسي كنت معنا في تعليق على تطورات ثورة تشرين